كانتمنى من كل قلبي هاد الفيديو يلقاكم وانتم مفقاة الصحة والعافية تكونوا فرحانين مرتاحين انتم وحببكم وكل ما نعزيزه وغالي على قلبكم كان شكركم بزه 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 على حسن المتابعة الله يجازيكم بكل خير اليوم ان شاء الله هدي نتقسم معكم الدجاجة في الكيس الخاص بالشيواء الاطعيمة اولى في البلاستيك كي يجي هاد جاج هائل جدا كانتمنى انكم تبعوا معايا تعرفوا على الطريقة والمقادير بسم الله وعلى بركة الله غادي نحتاجوا قصفور مع دنس مقطعين ارقاب تقريبا هكك جوجم على اكبار جوج فصوص ديال التوم محكوكين رشة من الملح ما يعادل تقريبا ملعقة صغيرة غير مملوءة دائما الملح كتبقى على حساب الرغبة ديالكم ملعقة من الكركم او الخرقوم ملعقة من سكنجبير او الزنجابيل راس ملعقة من الفلفل الاسود رشة من التوم بودرة اللي يبقى اختياري راس ملعقة من السم ملعقة صغيرة من الحامض مصيار مقطع قطع صغار ملعقة صغيرة من الموطرد ملعقة صغيرة من العسل ملعقة صغيرة مملوءة من القصبر حبوب مطحون بالنسبة للقصبر حبوب ممكن يعني تستغنو عليها في الوصفة لكن اذا كان ديروكي جيزوين بزفزف غادي نخلط هالتوابل جيدا مع بعض بالنسبة للوصفة ديالنا او للجاجة ديالنا بدون ماء وايضا بدون زيت يعني ما غادي نديرو فيها لا زيت ولا ماء غادي ناخد شوية من هالتوابل اللي خلطنا وغادي نوضعها في تبصيل على جانب غادي نحتاجها في ما بعد غادي ناخد جاجة بالنسبة للجاجة القياس اللي عملت معاكم فيها جوش كيلو بالنسبة لكم مشي مشكلة تكون كبيرة ولا صغيرة في كلتا الحالتين غادي طيب مزيان مزيان وخيكل قياس ديالها شحال ما كان غير على حسب إذا كانت كبيرة بطبيعة الحال غا تاخد الوقت كتار كانت صغيرة غا تاخد وقت أقل في الطياب الجاجة دروري تكون عندها 24 ساعة يعني مغسولة من قبل بالنسبة للغسل ديال الجاج أنا كنغسل بالخل والملحة فقط غادي نشفها جيدا عاد غادي نحاول نوضع فيها هكا تقوب بالسكين وبالخصوص دائما نركزو على الصدر باش تتبيل الجي داخل فيهم زيان والجيها ديال الفخد غادي هكا نتكها بكيغضو منسبة اللي بغات يعني هاتجة مشي بالضرورة أنكم تطيبوها في كيس بلاستيكي أنا فقط غادي نعطيكم طريقة باش طيبتها وتشوفوه كي يجي لكن ممكن تديروها في المرقة أيضا ممكن تديروها يعني هكا في طبق في الفرن تغطيوها ولا تديروها يعني باش ما بغيتو لكن هالتتبيلة وهالطريقة ديال تشكي يجي بنين بزف بزف يعني اعتمدو على التتبيلة وعلى تشارميلة على الوقت ديال الراحة على كل حاجة والطيب طيبو كيف مبغيتو غادي نحاول ندخل توابل جيدا في الصدر ديال الدجاجة وايضا في الفخاد وتحت الجلدة هالتتبيلة وخة بسيطة لكن بنينة بزف بزف بعد ما غادي ندخل فيها التسبيلة بشكل جيد بنسبة ممكن تخليوها شي حال ما بغيتو ديال الوقت كل ما بقت حسن لو عندكم الوقت تخليوها ليلة فانا ما غاديش نخليها بزف نظر اللي يضايق الوقت غادي نخليها هكك واحد المدة ديال نصف ساعة فقط لكن كل ما بقت كتجي آلد وكتشرب لنا التوابل ولكن صدقوني وخاما خليتهاش وقت طويل جات رائعة جدا وشربت توابل بشكل جيد حنا اخذت شعرية الصينية اللي سلقتها من قبل وضعت عليها التوابل اللي كنا نقصنا بتتبيلة ديال الدجاج شوية ديال الفلفلة حمراء وخضراء مقطعين شوية ديال الزيتون محمد مقطع وغادي نخلط بشكل جيد فهادي ان شاء الله غادي نعمر بها الدجاجة وايضا غادي نخلي منها باش نرافق الدجاج فبنسبة للكمية على حسب الدجاجة فانا عندي هادي الشعرية ديال الأرز فاخديت مرسو واحد او لمربع واحد كيكون هكك القيص ديال واحد خمسين غرام هكك غادي نعمر الدجاجة ديالي بشكل جيد وغادي ندخل الرجيلة بهذا الشكل بنسبة ل مثلا كنتو غاسلين الدجاج من قبل وغادي ناخد كيغضو وغادي نحاول نخيط او لنجمع به الدجاجة باش الحشوة تبقى داخل الدجاجة وما تخرج شيء بالنسبة للفلفل اللي وضعنا مع الشعرية الصينية او لما مع البرميسيت فما مشحار الفلفل ما والو لانا في الفرن كيشت طيب بالنسبة للرجيلات غادي نحكمهم بالخيط وبالنسبة للخيط ضروري ما بعد ما قطب الدجاجة فكن حيدوه ضروري كنوصيه والفتحة اللي كتبقى تحت الرجيلات حتى هي كنشدوها بكيغضو باش كتبقى الدجاجة ديالنا محكومة وكتبقى حد طفل حطا ديالها كتجيزوينة فالجاجة ديالي غادي نطيبها في هاد الكيس الخاص بشيواء الأطعيمة فكيكون هكا كيتباعو يعني خاصين هكا للطياب فبعد المرات اولا احيانا كيخرجو لنا هاد الأكيس غيم على التوابيل بالنسبة انا عندي بكيه خاصة يعني شريتها خاصة يعني في هاتمانية ديال الوحيدات طريقة كينا مضحة في الدهر ديال الكارتونة بالنسبة الحاجة اللي مهمة ما تفوتوش ميتين دراجة وهي في الفرن ما تفوتش الحرارة ديال ميتين دراجة طيبو على مية وستين مية وثمانين حتى الميتين فوق ميتين الى ميتين وعشرين ما تديروها شي باش تطبلكم الدجاجة ديالكم مزيان وعلى خطرها بالنسبة الاكيس كيكونوا على هاد الشكل بالنسبة انا غادي ناخد غير وحيدة وكيكون معها هاد الشكل باش نشد البلاستيك فبالنسبة الى الكيس موجودين بالاشكال وبالاحجم يعني كبار صغار يعني متوفرين وحتى الاتمانة ديالهم جد جد مناسبة تمانية ديال الوحيدات يمكن خذيت انا مفيتين شي تمانية ديال دراهم وتبارك الله حتى في البادين جال في الفلفلة كيجيبوهم شوية من ذاك الشي غادي انقض جاجة ديالي داخل بلاستيكا به هاد الشكل وغادي ناخد ذاك السليك غادي ننفتحه وغادي نشده به ان شاء الله كيكونوا على هاد الشكل وغادي نشد به بلاستيكا ونحاول نخليوهكا يعني الجاجة ديالنا مش مزيرا نخليوهكا فين الهواء يعني فين يتحرك الهواء متزيروش بزاف غادي نزيار سليك بهاد الشكل ومن بعد نحطه جاجة ديالنا في واحد طاوة ولا في واحد المول فين تطيف فيه بنسبة انا غادي نديروه في هاد المقلة هادي التقيلة بنسبة ماشي مشكل وخديروه في صينية ديال الفران في اي صينية غادي نتقى بهاد الكيس بلاستيكي داروري هكا تديرو بعد التوقو بنسبة ندرتها كيكيكون واحد عشرة ديال التقيبات بالكيغضو دابا غادي ندخل جاجة ديالي الفران اللي مشعل من الاسفل نار متوسطة والنار مشعله غير من الاسفل متشعلوش من فوق نهائيا فقط من الاسفل كيف وصيتكم الحرارة ديال الفرن متعداشي ميتين داراجة بنسبة للجاجة وهي كطيب ما كتطلق واحد الماء ديالها فهنا كيكون باقة جاجة ما طابت بنسبة للطيب ديالها فهو جيد جيد ساهل وتعرفوها انهي طابت كيكون طلقه هاد المو كيبلي يكون بانهو خفيف والجاج باقي كيتلقي ما فاش يصباح الجاج ديالنا بهات الشكل ذاك المريقة ما كاتبقاش تبان كاتغلي والكيس البلاستيكي كيتحول لون دياله الاحمر لانه الجاجة كتكون تحمرت كيبقى يبليكم الجاج بانهو حمر كيكون على هاد الشكل فكرتكز لكم على المراحل بس هكا تسهل عليكم تعرفو الجاج واش طاب ولا ما طابشي فكيف ما كيبليكم هنا بعد ما خرجتو يعني الجاجة حامرة داخل الكيس فبالنسبة في الواقع غادي يبليكم اكتر بانهو صافي طايب وذاك المريقة عقدت كيكون صافي طاب يعني كل حجم ديال الجاجة اشحل غادي ياخد بالنسبة انا لها الجاجة اخدت ليه ساعة وانسف وباش غادي طيب ما غاديش يخفى عليكم صافي داك المريقة كتعقد والجاجة كيصبح اللون ديالها احمر يعني محمرة مجمرة يعني سهلة باش تعرفوها را طابد غادي نفتح الكيس ديالي غير واحد الفتيحة وننزل هاد المريقة بالنسبة لهاد المريقة ما تصوروش شحل بنينة وشحل مع السلاو معلكة فهاد المريقة هادا مما كيكونش كتير يعني هي واحد كمية قليلة من التوابيل ومن الماء اللي كينزل متجاجة غادي نحيد الكيس البلاستيكي بالنسبة للتجاجة ديالنا فهي محمرة يعني دابا ما تحت الشي ترجع على الفرن لكن اذا بغيتو هكا تقرمش ليكم من الفوق وتزد تحمر فغادي الدهنوا هكا بواحد هنا ديال السبدة وعلى الشعرية الصينية رافقت الدجاجة مع شوية ديال الفريج شوية ديال الروز مع الطن والمييس وضغطون مع شوية ديال المليحة الصفي وكتجي بنينة بزاف فجاج كيجي طايب هاد الشكل كيجي طايب زبدة صدقوني كيجي طايب بشكل عاجيب يعني طايب ما كتحسوش بان هادا فخاد هادا الصدر كتجي يعني فتية بواحد شكل عاجيب غير تقيصو فيها كتفتح بوحدة هاشو في الصدر والتتبيل اللي اللي عملت له فتتبيل اللي جيد جيد رائعة وبنينا بزاف بزاف وكتجيبوا فتي والطريقة زعمة صراحة يلا اللي مر مر مره الإنسان ينوع يحضر هكى وحى الطابق اللي يزوين بزاف بزاف كمسي غدي سألكم الايستمتوع ان شاء الله بحول الله بتحضيره أتمنى لكم دائما وأبدا دوام الصحة والعافية كنشكركم جزيل الشكر للحسن المتابعة وعلى التعليق دي لكم الزوينة والقيمة الله يحفظكم من كل شر يربطي سهل عليكم كل ما سعب الله ولي فرسكم أستودعكم الله